الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله النبي الهد الأمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بأحسان إلى يوم الدين وبعد فمرحبا بحضرتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد نعمة البيان التي أعطاه الله سبحانه وتعالى له كما قال سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحسن البصري رحمه الله في تعليقه على هذه الآية الكريمة قال أي أعطاه أو يعني أعطاه لسانا وشفتين وركب له حنجرة بها يستطيع أن يعبر الإنسان عما في نفسه بلا كلافة ولا مشقة ومع عظم هذه المنة من الله سبحانه وتعالى بنعمة النطق إلا أنها قد تكون وبالا على الإنسان إذا لم يضبط هذا اللسان وزي ما حضرتكم عارفين وهو مشهور ومعروف إن سقطات اللسان مرض عضال وداء ووبال يفرق القلوب ويغر الصدور ويزكي نار الفتن ولم يسلم من شره أفراد ولا جماعات ولا دول ولا مقدسمة ولا مقدسات بسبب هذا اللسان ووصيتنا إن شاء الله عز وجل تدور في هذا اللقاء والذي بعده إن شاء الله عز وجل حول هذه السقطات وحول هذه الفلتات وحول هذه الورطات التي قد يتسبب فيها اللسان وقاعدة عظيمة اعتمدها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صمت نجا من صمت نجا هذه قاعدة جليلة عظيمة من القواعد التي أرساها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمها للأمة من صمت نجا وطبعا تعلمون جيدا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم قد يكون الكلام قليلا وليس يعني ذا حيز كبير في الحجم لكن له معنى عظيم وعظيم جدا فهذه قاعدة عظيمة جدا لابد أن يعتمدها المسلم في حياته وثم قاعدة أخرى لابد من حفظها والعمل بها أيضا كما روى ذلك الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على خطورة هذا اللسان وعلى خطورة ما يخرج منه هذا اللسان الصغير حجمه الكبير جرمه هذا اللسان من خلال استقرائك لهاتين الوصيتين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من صمت نجا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا إن استطعت أن تقول خيرا فقله وإلا فاسكت وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يقول من عدى كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعني لو إن الإنسان علم وتيقن واستذكر واسترجع هذه الحقيقة أن كل كلمة تخرج من هذا الفم تعد من العمل الذي يحاسب عليه العبد ويحاسب عليه ربه سبحانه وتعالى لقل الكلام فيما لا يعني الإنسان يعني بمعنى اللهجة العمية إنسان لا تكلم إلا لحاجة لا تكلم إلا لضرورة لخطورة ما يخرج من هذا اللسان ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ملكين يكتبان كل ما يخرج من هذا الفم كما قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا العضو الصغير كما ذكرت لحضراتكم جميع الأعضاء بلا استثناء يعزمون عليه ويؤكرون عليه ويحذرونه كل يوم اتق الله فينا وسيدنا معاذ رضي الله عنه تعجب حينما أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخطورة الكلمة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل نؤخذ يا رسول الله بهذا اللسان يعني هل يؤخذ العبد بما يتكلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائر ألسنتهم إذن يا أخوانا هذا اللسان عظيم جرمه كما ذكرنا نفا ولذلك عمر بن عبد العزيز كان يوصل لأحنف بن قيس رحمه الله تعالى وكان يقول له كلاما يكتب بماء العين في هذا الباب كلام جميل جدا يقول له يا أحنف يا أحنف من كثر كلامه كثر سقطه من كثر كلامه سلم يتكلم كثير لا بد أن يخطئ إذا تكلم المرء كلاما كثيرا دون حساب ودون أن يعمل لما يخرج من فمه حسابا لكل كلمة بل ولكل حرف يخرج من فمه لا زل ولذلك قال عمر من كثر كلامه كثر سقطه كثر سقطه وما أكثر هؤلاء الذين يخرجون السقطات من ألسنتهم والفلتات والآفات من هذا اللسان من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه فهل ينتفع بشيء بعدها الجواب لا إذا كان قلب المرء قاسيا فلا ينتفع المرء بشيء أبدا لأن هذا القلب هو الذي عليه مضار العمل إذا كان القلب سليما صحيحا مخبتا لله سبحانه وتعالى انتفع بالمواعظ وانتفع بالوصايا وانتفع بالتذكرة كما قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أما إذا قسى قلب العبد لم تنفعه موعظة كالأرض إذا سبخت لم ينفع الماء ولذلك أخوانا هذا الدرس مهم جدا جدا لا سيما في هذه الأزمنة صعبة في هذه الأزمنة أزمنة الظلمة التي يكسر فيها الكلام بغير الحق ويكسر فيها الجدل ويكسر فيها المراء ويكسر فيها الكذب ويكسر فيها قول الزور ويكسر فيها القول على الله بغير علم ويكسر فيها كلمات كثيرة جدا جدا تخرج من اللسان هي مخالفة لما أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتكلم بما لا يدر وما لا يعلم كما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وحتى نستطيع أن نستدل أو نخرج أو نتكلم في أكثر ما يخرج من هذا اللسان من فلاتات وسقطات وورطات نبدأ إن شاء الله عز وجل سريعا ندندن على بعض ما يخرج من هذا اللسان ومن فلاتات اللسان ومن آفات اللسان وإن كانت آفات اللسان كثيرة وكثيرة جدا لكن نقتصر على أهمها لضيق الوقت في هذا ألبا أول سقطات اللسان وأول آفاته على الإطلاق النطق بكلمة الكف النطق بكلمة الكف أن ينطق المرء بكلمة تخرجه من دائرة أهل الإيمان إلى صحائف أهل النار والعياذ بالله كما قال الله سبحانه وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم إذن أول شيء وأخطر شيء من آفات هذا اللسان أن يتكلم المرء بكلمة تخرجه من نطاق أهل الإيمان إلى صحائف أهل جهنم والعياذ بالله وأنت تجد في هذا الزمان من ينكرون وجود الله ومن يعطل صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى ومن يعني ينكر شريعة الله سبحانه وتعالى كل ذلك وغيره يخرج من دائرة الإيمان وهذا أخطر شيء كما ذكرت لحضراتكم أن ينطق المرء أن يسب ربه أن يسب المصحفة أن يسب الأنبياء أن يسب دين الله سبحانه وتعالى كل هذا نراه في هذه الأزمنة كما ذكرت لحضركم وبكسرة فأنت إذا خرجت إلى شوارع بلادنا وإلى منتديات أهلها لوجدت أن سب الدين بين الشباب أصبح بكسرة وبكسرة جدا جدا وسب الله سبحانه وتعالى وكذلك سب رسوله عليه الصلاة والسلام لا بد أخوانا أن نعلم وأنا أحذر شبابنا وبناتنا من هذا الأمر وأحذر أولادنا وأحذر الأمة بصفة عامة أن يزل هذا اللسان أو أن يعني ينصع وأن يمشي خلف إنسان فاشل أو ظالم أو كذا أو كذا لا يخف من الله سبحانه وتعالى ولا يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره فإحذروا من هذه الآفة وهي الآفة الأولى أن ينطق المرء الإنسان بكلمة الكفر فيورط نفسه بسبب هذه الكلمة ويخرج عن الدائرة المرسومة له التي أرادها الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكاذبين إذن أخونا الأمر الأول والمهم أن يحتاط المرء احتياطا مهما وجديا وقويا من أن ينطق بكلمة الكفر إذا نطق الإنسان بكلمة الكفر قاصدا عامدا متعمدا عالما بها يخرج من دائرة الإيمان كما ذكرت لحضراتكم ومن آفاته أيضا وسقطاته وورطات اللسان وذلات اللسان أيضا كثرة اللعن والطعن والشتائم والسباب من الأشياء التي تخرج من اللسان ليلة نهار ونرها ونسمعها كثرة اللعن والطعن والسباب والشتائم المستمرة من المسلمين ولا يراعي أذبا ولا حياء لا يراعي صاحبها أذبا ولا حياء سواء كان شابا أو كانت فتاة أو امرأة أو رجلا هذا أخوانا مخالف وهو من الفلتات وهو من الآفات السامة ومن ورطات اللسان كما ذكرت لحضراتكم الإنسان يكون لعانا أو يكون شتاما أو سبابا أو كذا أو كذا والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أبدا لمسلم رضي بالله ربا وبنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا أن يكون شتاما ولا لعانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة هذه واحدة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما في صحيح مسلم وغيره لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعانا وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء ليس هذه من صفات المؤمنين أخواننا وهذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى كما أخبر عز وجل في كتابه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إذن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا لعبده أن يكون بذيئا ولا أن يكون شتاما ولا سبابا ولا كذا وهذه الأمور إلى السب والشتم والقسف والكلام ده ترى في هذه الأزمنة إذا ارتفع العلم وتفشى الجهل وتفشى وانتشر الجهل تجد كثرة السب والشتم واللعن والطعن وكذا وكذا والطعن في الآخر وما إلى ذلك وهذا كله مخالف لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروا هذه الآفة الخطيرة أيضا كذلك من آفات اللسان الخطيرة جدا تكفير الناس تكفير الناس أن يكفر إنسان إنسانا أن يكفر إنسان آخر وهذا أيضا منتشر وتراه ولا يعني يخفى على أحد ولا يحتاج منك كبير عناء أنك تنظر وتتعرف على هذا الخلق الذي انتشر في مجتمعاتنا في منتداتنا وفي جماعاتنا وفي شوارعنا كما أذكر دائما وهذه الآفة من آفات اللسان الخطيرة جدا 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 الحامل عليها قلة العلم والعصبية ودرك الغيظ والشمات من الآخر الذي يحمل على تكفير الناس وعلى تبديع الناس وعلى تفسيق الناس أن يقول هذا كافر وهذا مترع وهذا فاسق وهذا كذا ويرم الناس بما ليس فيهم الحامل على كل هذا قلة العلم إذا كان الإنسان قليل العلم تراه يقع في أعراض غيره بسهولة وبسهولة وبيسر مسألة بالنسبة له سهلة ومدسرة لأنه لم ينضبط بعلم صحيح ولذلك لا ينبغي لمسلم أن يكفر مسليما لا ينبغي لمسلم أن يكفر مسليما ولذلك القاعدة المتقررة عند العلماء هي أننا لا نستطيع أن نخرج المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر أن بقاء المسلم في دائرة الإيمان واجب في دائرة الإسلام واجب ولا يخرج منه إلا بيقين لا يخرج منه إلا بيقين فلا يستطيع أحد أبدا يكفر أحد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عندما تكلم عن هذه الآفة العظيمة وهذه الفلتة الكبيرة قال صلى الله عليه وآله وسلم في تكفير من أو أيما رجل قال لأخيه يا كافر أيما رجل الرجل هنا على الأغلب سواء كان رجلا أم امرأة أيما رجل قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله أيما رجل قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وهو ليس كذلك الذي ترميه بالكفر هذا ليس كذلك يبقى اسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وانتبه جيدا أيما رجل قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه حريث في الصاحين من حريث عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه يعني رجع القول عليه إلا رجع القول عليه وأكثر ما تجد هذا الخلق تجده منتشرا بين الأحزاب وبين الجماعات وبين الفرخ المختلفة وبين المتناهضين والمتنازعين في أمر معين لا سيما في أمور التصدر وأمور الظهور وحب الظهور لكلام ذا فتجد هذا يرمي أخاه بالكفر وآخر يرميه بالفسق وثالث يرمي بالبدعة وما إلى ذلك وهذا أخوانا لا بد أن يحذر منه المرء جيدا لا نكفر أحدا بكبيرة أبدا من المسلمين لا نكفر أحدا بكبيرة فإن صاحب الكبيرة أو مرتكب الكبيرة أو مرتكب المعصية ليس كافرا ليس كافرا إلا إذا استحل الكبيرة إلا إذا استحل هذه الكبيرة أما إذا كان مرتكبا لذنب أو معصية أو لكبيرة من الكبائر وهو يعلم أنه ارتكب حراما وكبيرة من الكبائر وعلم أن ذلك الأمر ممنوع وعلم أن الله حرمه فهو صاحب معصية تحت مشيئة ربه سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غافر له أما أن نتساهل وأن نطلق هذه الكلمات كطلقات الرصاص على خلق الله بالتكفير والتبديع والتفسيق وما إلى ذلك فاحذروا من هذه الآفة العظيمة والعظيمة جدا لأن اللسان قد يريدك المهالك بسبب كلمة واحدة يبأ إذن إذا نطق الإنسان بكلمة الكفر هذه من آفات اللسان ثانيا أن يكون المرء سبابا أو طعانا أو لعانا ويكثر الشتماء والسب والقذفة وهذا مخالف أيضا وهذا من فلتات اللسان وثالثا من فلتات اللسان أيضا وزلاته وورطاته وسقطاته أن يرمي الإنسان غيره بالكفر أن يرمي الإنسان غيره بالكفر وهذا كثيرا ما نجده في المناظرات والمحاورات والمجادلات وما إلى ذلك من أمور فاحذروا هذا الأمر لتحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله عز وجل قال هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى فنحن لا نحكم على أحد لا بكفر ولا بكذا إلا ببرهان وبيقين كما ذكرت لحضراتكم آنفا والآفة التي بعد ذلك والتي لا تقل خطورة عن عما ذكرناه هي مسألة التقول على الله بلا علم تقول على الله بلا علم طبعا في أفات كتير جدا أكثر من أن نحصرها ونحصرها في جلسة أو في محاضرة أو في درس أو في درسين أو الكلام لكني أقف على أهم هذه الفلتات وأهم هذه الورطات والسقطات يعني حتى ينتفع الإنسان بها وأن يحذر من خطرها وأن يحذر المرء من خطرها ومن آفاته أيضا كما ذكرت لحضراتكم التقول على الله بلا علم التقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر وقد أجمع العلماء على حرمة التقول على الله بلا علم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبا مقعده من النار وقال الله عز وجل ولا تصف ألسنتكم الكذب لا تقول ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لا يجوز أبدا أن يتكلم الإنسان بغير الحق وأن لا تقول على الله سبحانه وتعالى ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقد رتب الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم هذه الكبائر من الأدنى إلى الأعلى قل إنما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطن والإثما والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أخر حاجة وأعلى حاجة وأعظم شيء قال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذن من الآفات المنتشر لا سيما على وسائل التواصل بأ الفيس والتويتر واليوتيوب والكلام ده كل إنسان يخرج بفتوى غريبة بفتوى عجيبة كلما ارتح إلى شيء يوافق هواه ويوافق حاجته ويوافق وضعه تخرج وتكلم ونسبه إلى الله ونسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حلال وهذا حرام وهو لا يدري ولا يعلم شيئا عما حرم الله سبحانه وتعالى وعما أحل ولذلك ينبغي للمسلم أن يضبط هذا اللسان وأن يلتزم ويعتمد القاعدة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي ذكرتها في أول الدرس من صمت نجى من صمت نجى وأيضا ثم قاعدة أخرى قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يحفظها كل أحد يقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهناك كثير من الآفات والزلات والسقطات والورطات التي يتسبب فيها هذا اللسان سنتعرف عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى بمزيد تفصيل إن قدر الله سبحانه وتعالى أن نلتقي حضراتكم في اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والخير الأبقى